في تطورات الأوضاع في لبنان قال مسؤول محلي لبناني اليوم من الغارات الإسرائيلية على سهل البقاع خلال الليل أودت بحياة أكثر من ستين شخصاً إثنتين عشرة بلدة ليكون أكثر يوم يسقط فيه قتلى في المنطقة منذ بداية الأعمال القتالية وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية في أنحاء لبنان خلال الشهر الماضي ويقول مسؤولون لبنانيون وجماعات عاملة في مجال حقوق الإنسان إن الهجمات عشوائية ولم تصدر أي أوامر إخلاء لأي من البلدات التي تعرضت للقصف خلال الليلة